بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لنهاردة نتكلم على نبات التمر حنة البلدي او الحنة الاسواني المشهورة المعروفة عندنا لان احنا عندنا في نوعين من التمر حنة في مصر اللي هي الحنة البلدي اللي فيها صبغة اللوزون اللي هو نبات اللوزونيانيرمس اللي هو نبات الحنة اللي بنسميها الحنة الاسواني وعندنا شجرة تانية في النباتات الزينة بيطلق عليها التمر حنة الافرنج اللي هي الجرستروميا لكن النباتين قريبين في الشكل لكن الأزهار بتاعتهم مختلفة في النبات الزينة الأزهار لونها بنفسجي في النبات الطبي الأزهار دايما بيبقى لونها أبيض نبات الحنة الأسواني طبعا غني عن التعريف لتواجد صبغة اللوزون اللي موجودة فيه لذلك هو من أهم النباتات اللي بتستخدم فيه صبغة الشعر النبات ده بيتم اكثاره عن طريق العقلة السرقية في محافظة أسوان ومحافظة قنة وهي المحافظات الأكثر في زراعته وخاصة محافظة أسوان لكن النبات ده لو سبناه يكبر هو المفروض انه هو بيتحش أكتر من مرة في السنة ما بيتسبش انه هو يوصل للارتفاع دي لكن لو سبناه يكبر للارتفاع ده حلاه انه النبات بدأ يعطي معايا البزور بتاعته هي طريقة غير تجارية طبعا في الاكثار لكن النبات لو سبناه بيدي كميات من البزور زي ما احنا شايفين ادي بزرة التمر حنة الأسواني او التمر حنة البلدي المشهورة بصبغة اللوزون المستخدمة في صبغات الشعر النبات طبعا استخداماته كتير سواء في الطب الشعبي او سواء في استخدام المواد الطبيعية لصبغة الشعر حبينا بس نبديكو النبزة النهاردة عن نباتة تمر حنة شكرا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة